السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ازايكم يا جماعة من ايه يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب فيديو النهاردة ان شاء الله فيديو مميز جدا ومهم جدا وعالي جدا في القيمة وفيديو النهاردة بإذن الله نأكلمكم عن اسم عظيم معجزة بفضل الله عز وجل إذا قرأت ورددت هذا الاسم مئة مرة بهذه الطريقة قبل نومك على كوب من الماء ثم كنت بشور بهذا الكوب او علاج بإذن الله ان انت هترى في منامك بشرة وهترى في منامك معجزة سواء كانت البشرة اللي هتجيلك في منامك حل المشكلة الماء انت بتواجهها او علاج لأزمة معينة انت بتواجهها او اي امر هترى في منامك بمثابة البشرة بشارة هتجيلك في منامك بفضل الله انت شخص داخل على امر مهم وعايز ربنا يبعط لك رؤية يخبرك بالمستقبل يخبرك بأمر كان يخبرك بحل مشكلتك يخبرك بالمخرج من أزمتك كل هذه الأمور بإذن الله هترىها في منامك فاللي اقدر يعدك به ان انت بمجرد ما تقرأ الاسم ده على قبات مية ثم تنام بعدها يعدك بإذن الله ان انت هترى اشارة عظيمة جدا في منامك بفضل الله فهبدأ بإذن الله في ذكر الاسم وتفاصيل الفائدة ونعملها ازاي بس عملي مبدأ في ذكر التفاصيل اتمنى لو انت جديد معاه في القناة شرفنا والشارك في القناة ولو انت معاه قليل في القناة تضغط اعزوه اللايك وتدعي لي دعوه حلوة كده بالتوفيق ونبدأ بإذن الله عز وجل في ذكر التفاصيل والفائدة طبعا الاسم اللي هنتكلم عليه النهاردة بإذن الله هو اسم الله تعالى الكاشف اللي فيه اصبار ومعجزات كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى واسم الله تعالى الكاشف بيكشف كل المشاكل وكل الازمات وكل الامور اللي انت عايز تعرفها بإذن الله هتكشفها في منامك فهذه الفائدة كل اللي هتطلبه منك لو انت عايز تحصل على الصمرة وتحصل على الفائدة لازم تعملها قبل النوم طب يوم ايه عبدالله؟ يا جوس ايه فى الفائدة يعني يمكن تعملها يوم الجمعة والسبت والحاد لازم تعمل في الفائدة فهتيجي في ايه يوم بإذن الله قبل ما تنام مباشرة يعني بمجرد ما تعمل الفائدة أعايزةك تنام على طول يعني انا جعلت الفائدة هو وبعد ما خلص الفائدة على طول أذهب الى النوم كل اللي هتطلبه منك بإذن الله كوب من الماء سك founding القوب من الماء مثل هذا نوع جدا كوب بيت بيت الماء هت potrze الأذن الله عز وجل بكوب من الماء وأول حاجة هتعملها هتمسك كوب الماء كده وهتقرأ وهتقول يا كاشف مئة مرة بالعدد وبعد ما تخلص المئة مرة كلهم تنفس نفسها واحدة فقط في كوب الماء كده بعد كده تشرب كوب الماء يعني تقوم بشرب كوبات الماء كلها بعد ما تقول يا كاشف مئة مرة تشرب كوبات الماء كلها بعد ما تشرب كوبات الماء كلها هتجلس وهتتوجه للقبلة يبدأ خلينا متفقين انت قريت م print مرة بعد كده شربت لقبة الميا الحاجات اللي هتقولها بعد كده ما تقرأش على حاجة أنت هتقرأها عادي وبعد كده وänge تقرأت نيه طب هنقرأ ايه تاني يا عبد الله هتقرأ سورة الليل سبع مرات ثم سورة الشمس 7 مرات يعني هتقوم بقرأت سورة الليل سبع مرات سورة الشمس 7 مرات بعد كده هتقرأ الدعاء اللي ولا أقولك ده 3 مرات بالعدد والدعاء اللي هتقوله بإذن الله اللهم أسألك بإسمك الكاشف أن تكشف لي في منامي ما يسرني وما يشغي البالي وحل ما يقلقني يا قريب يا مجيب هتقوله الدعاءة تلت مرات يمكن إذن إحنا قرينا اسم الله الكاشف مت مرة على كوبية المايا بعد كاشر ابنها بعد كده سورة الليل سبع مرات بعد كده سورة الشم سبع مرات بعد كده الدعاء اللي هتقولكم ده تلت مرات وطبعا خطوات هذه الفائدة كاملة هتلاقوها في صندوق الوصف فبس كده يكون الفيديو خلص أسأل الله أن يوفقكم يا رب وأحقق لكم كل ما تتمنوا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته